اولا السيد عيسى عليه السلام ابن مريم وليس ابن الله فمن اللي قالك ان احنا بنقول ان عيسى ابن مريم هو ابن الله غير صحيح عيسى ابن مريم ليس ابن الله عيسى ابن مريم هو ابن مريم فاذا طبقت هذا على الايمان المسيحي ابن الله هو نور الاب اللي موجود مع الاب مع الله الذي يحيطه بكل شيء قبل عيسى ومريم وجدهم الكبير ادم ما يدخلهم فالذي افهمك ان المسيحيين بيقولوا ان عيسى ابن الله افهمك كلاما خاطئا المسيحيين لا يقولون ان عيسى ابن مريم ابن الله لا عيسى ابن مريم ابن مريم وعيسى عيسى ابن مريم مخلوق زي ما مريم مخلوقة ابن الله بقى ابن الله هو نور الاب لكن لما بنيجي نتكلم في الايمان المسيحي بنقول ان الملاك بشر العذراء مريم واخبرها ان الاب السماوي سيرسل كلمته سيرسل نوره اي ابنه نور الاب شعاع النور يعني ابن النور وده معنى ابن الله في الايمان المسيحي لكن عيسى نفسه لا نسب له مع الله ومش ابن الله خالص من اساسه قال له ايه بقى الملاك قال له ان الاب سيرسل كلمته نوره ابني ليه ليتخذ جسدا من جسدك من احشائك ومن ثم فابن الله هو النور اللي حل على الجنين في احشاء العذراء فيبقى الجسد اللي هو عيسى يعني ده مخلوق اللي نسميه احنا بقى ايه نقول ناسوت المسيح اي انسانيته اللي اتولدت من اتخذت من العذراء مريم دي مخلوقة كما ان العذراء مريم مخلوقة من الارض ابن الله مين النور اللي نزل من السماء وحل فيه هذا الجسد كلمة الله الذي نزل من السماء وحل فيه هذا الجسد ومن ثم اعطى للجسد اللي خده من العذراء مريم نفس صفته اللي هي ابن الله لكن عيسى الوحده كده لا ده ابن مريم مش ابن الله طيب بقيت سؤالك وجيها اذا كان الله عايز يبع عنده اولاد ليه ما عندهوش بنات وليه ولد واحد ما برضو هذا عدم اطلاق على ايمان المسيح المسيح يسوع المسيح هو الابن البكر طيب ومين بقيت الابناء كل المؤمنين الحقيقيين ومين بقيت من البنات كل المؤمنات الحقيقيات الاطقية مش المؤمن اللي مش فاهم حاجة في مسيحيته وعمره معرض انجيل ولا راح ولا جاء لا ده يعني ماشي في الزفة لا المؤمنين الحقيقيين الاطقياء والمؤمنات الحقيقيات الاطقياء هؤلاء صاروهم ايضا ابناء وبنات لله وصار بذلك يسوع المسيح نفسه هو الاخ البكر بكل هؤلاء الابناء والاخوة الكثيرين اشتركوا في القناة